سينتهي حدث بكرة ولكن بكرة كمان هيفيد حدث كبير جداً وهو كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضاً حدث كبير جداً جداً بتنظمه مصر أيضاً كأس عالم فيه أقل كأسين عالم فيه أقل من 8 تسعة تية بكرة إن شاء الله يكون افتتاح بطول الكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات فردي وفرق واللي هتتلاقي في الفترة من 23 فبراير ل 26 فبراير في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة طبعاً ده الأستاذ عبد منام الحسيني رئيس الاتحاد البطولة هتتلاعب على مدار أربع أيام هيكون الافتتاح بكرة وهيبقى فيه افتتاح دور المجموعات لحد دور 64 رجال ويوم الجمعة هيكون نفس الأمر بالنسبة للسيدات حتى مقرى الخميس خلي بالكم فهيبقى الجمعة بعديه السبت هيبقى ابتدي السيدات فردي ويوم الأحد هيكون منافسات الفرق البطولة هيشارك فيها 368 لعب ولعبة وهم 222 لعب و 166 لعبة ومعهم الأجزاء الفنية والإدارية والطبية عشان يبقى عدد الحاضرين في البطولة أكتر من 500 ضيف أجنبي علشان تسجل بطولة رقم قياسي في عدد الحضور من برى مصر والبطولة هيحضرها ويشارك فيها كل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم واللي لعبوا أولمبيات اللي فاتت طبعاً مش محتاجة أقول لحضراتكم إيه اللي سنتجوا من خبرين دول خبر كأس العالم للرماية وخبر كأس العالم لسلاح الشيش أولاً زي ما دايماً وبقول إنه بقت مصر قبلة للاحداث العالمية وده ما جاش من فراغ جي من نجاح مصر في تنظيم بطولات كبرى قبل كده كان طبعاً بدايتها على الإطلاق بطولة العالم لكرة اليد اللي اتعاملت في مطلع 2021 اللي عايز أقوله إنه اللي بيدلك إن البطولة تنجح إيه؟ إنه عدد الفرق المشاركة عدد الدول بقى مش فرق لأن دي منتخبات عدد الدول المشاركة زائد عدد اللعبين ده يديلك مؤشر المؤشر الأول قبل ده أنا آسف إسناد البطولة ليك ما لما تحد دولي يسنين لك بطولة يبقى أنت كده تمام أنت تحد دولي شايفك من الدول العظمى في اللعبة دي طيب الحاجة التانية تنجح بطولة كبيرة يروح مديك التانية التالتة فتبقى قبلة للبطولات دي وبتجهد من بعدك يعني السلاح والرماية البطولات اللي بتبقى في دول تانية بيتعبوا تنظمها لأنه موصل حقيقة بأمانة بتنظمها بشكل جاي طيب الحاجة التانية أني بقى عندك ملائب كتير بقى عندك ملائب تقدر تستطيف عليها البطولات دي كان زمان إحنا وإحنا بلعب كان أكبر حاجة عندنا أستاذ القاهرة وإنا بلعب كان الأحداث المهمة كانت تلاقي ما عندناش جاري الأستاذ وكان المركز الأومبي بيجي من بعيد كده ممكن يبقى التراك مركز الأومبي بش عارف إنما كان الأساس الأستاذ والأستاذ قاعد يعني متصدر للمشهد بيمكن عشرين سنة الأستاذ اتفتح في سنة 2290 أنا أفتكر لا أنا مش مفتكر أنا متأكد سنة 2290 في دورة الألعاب الأفريقية ما ليش ممكن 91 9290 دي أنا كنت مع المنتخ 91 اتفتح 91 قاعد التسعينات كلها والألفنات كلها عشرين سنة هو المتصدر للمشهد فأنت كل مجمع صلاة أستاذ القايران قصدي مجمع صلاة أستاذ القايران إنما أستاذ القايران ككرة ما زال حتى الآن أنا بتكلم على مجمع الصلاة طبعا أكيد حضركم فاهمين أنا وأنا بلعب أعد التسعينات كلها يعني أنا متشاطي القوية كلها مع المنتخب والأندية وبتاع اللي عبتها في أستاذ القايران صلاة واحد وبعد كده صلاة 3 و 4 وبعد كده الألفنات برضو كان نهايات الدوري والكاس وأفريقيا وكذا كان خلاص كان لازم التوسع لأن الحقيقة بدأ أستاذ القايران وضع طبيعي كان معمول على نظام قديم اتطور في كاس العلم أو بطولة العلم لكرت اليد ولكن كنا محتاجين أكتر فالنهار دا أنت عندك القرية اللومبية اللي بتتبني في العاصمة الإدارية دخلت في الخدمة فيها يعني ألعاب كتير دخلت في الخدمة ونادي النادي اللي موجود في العاصمة الإدارية زي دا عندك كمان الحاجات اللي دخلت في 6 أكتوبر مجمع دكتور حسن مصطفى المجمع الكبير العظيم ده حاجة رائعة وتيل وجم حاجة يعني والجميل ويصالة برج العرب الجميل بقى في مجمع دكتور حسن مصطفى برج العرب أقول لكم أنا أنا من 3 أيام لا من جمعة اللي فات أنا كنت في مجمع دكتور حسن مصطفى حضرت أحد التدريبات كان الكلام ده الساعة 9 الصبح والله يا جماعة أنا بقول لكم كلمة شهادة الحق يعني أنا دخلت الحمامات دخلت الملعب دخلت والله وقعد اللبس بتبرق الحمامات فيها المناديل فيها الصابون فيها النظيفة أرضية نظيفة يعني الصيانة في المنشآت الجديدة بقى إينا بنتعلم من أخطاء اللي فاتت أنا بقول للي أو اللي علي في حاجات احنا كتيرة جدا بنتطلع ننتقدها وبنقول لا ما ينفعش وينفع والكلام ده وبتاع إنما في حاجات بنقول الإيجابيات لما روحت المجمع أولا من ديها مش ماتشاط ده أنت رايح بتحضر تدريب في الصلاة الفرعية على فكرة مجمع الدكتور حسن مصطفى صلاة رئاسية وصلاة فرعية فلما روحت أنا مش داخل ما فيش حدث أنا راح ده أحضر تدريب وروح فأنت هنا تقدر تكتشف إذا كان فعلا فيه اهتمام ولا لا طبعا العمال في الصلاة من الصبح بينظفوا فيها وبيعملوا وبيعملوا صيانة بالصبح أنا روحت تسعة أو تمانية ونص هم كانوا شغالين بيعلوم ساعتين ولا حاجة الحمامات قوض اللبس بتاعت اللعيبة الأرضيات النظافة اللي جوه اللي صالة المدرجات حاجة زي الفل تعلمنا من خطأ القديم خطأ القديم كان الصيانة بتاعته ما كانتش بيعمل المنشأة بشكل حلو قوي قوي والصيانة ما تبقاش على قدر المنشأة فتبقى سنة ولا تانية بتعجز تضطر إنت تصرف رقم كبير قوي عشان ترجعها تاني زي الأول ما بترجعش أنا بقول لكم يعني اللي احنا شفناه بالوقت بيبقى فيه اهتمام بالصيانة قبل المنشأة نفس الكلام صالة برج العرب روح أي وقت هتلاقيها جديدة فالحقيقة أنا برضو بقولي لليه وبقولي علي هم بحقيقة المنشأة الجديدة دي قدت بنية تحتها كويسة وقدت فرصة للاتحادات إنها تنظم بطولات قرية وإقليمية وعالمية على أرض مصر